تحية الأجواء في العالمين حلوة قوي كل شوية في حاجة أحلى من الثانية والفعاليات مختلفة ومتميزة هنروح دلوقتي لزميلي محمود جميل مراسل قناة الأولى من العالمين ومحمود دايماً كده بيبقى معاه أسرار من الكواليس فهيحكي لنا عن أبرز الفعاليات الرياضية وتحضيرات بكرة بقى للحفلات للنجم كازم السهر والنجمة مجدرومي هتبعى عاملة إزاي مساء الفلة عليك يا محمود؟ بس ألف قول عليك يا بسانت برحب بيكي وكل أستاذ المشاهدين من مدينة العالمين الجديدة وزي ما أنت قلت كمان كل حاجة في العالمين حلوة وفي حاجات كتير طبعاً بتكون موجودة بتبسط الناس وبتخلي الأجواة في مدينة العالمين يعني حلوة جداً خلينا أبدأ معاكي بص بالمكان اللي أنا موجود فيه في الممشى السياحي والحقيقة من وقت ما بقينا موجودين هنا يعني من بدري جداً ولقينا فيه حركة إقبال كبيرة جداً من الزائرين على الممشى السياحي يمكن تقريباً مختلف الأعمار ومختلف الفئات وكمان مختلف الجنسيات ودايماً يعني بقينا بنلاحظ بقالنا كام يوم وجود عدد كبير من الجنسيات الغير مصرية موجودة في مدينة العالمين الجديدة فده طبعاً اللي بيؤكد أن مدينة العالمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية دولية مهمة جداً عشان كده طبعاً الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحرص على تقديم كل الخدمات الترفهية للمواطنين للاستمتاع طبعاً بأجواء الصيف هنا في مدينة العالمين الجديدة ويمكن كمان النهاردة كمان الصبح كان فيه حركة على الممشى السياحي وكمان على الشواطئ المختلفة في مدينة العالمين الجديدة وكمان المشاركة فيه الفعاليات اللي تم استكمالها النهاردة سواء فعاليات رياضية أو حتى الفعاليات الفنية الموجودة دلوقتي في منطقة الألعاب الرياضية لكن خلينا أقولك طبعاً على الفعاليات اللي كانت موجودة النهاردة وكان من أهمها طبعاً أول مطش بدل بين فريق كابتن أحمد حسن السقر وبين كابتن سيد معوض وبكده يعني إحنا بيتم إطلاق إشارة البدء في مباريات البدل اللي هنشوفها طبعاً خلال الفترة القادمة وهيكون فيه بطولة للبدل في الفعاليات الرياضية والحياة كان فيه جو تنافسي كبير جداً ويمكن اكتشفنا أن النجوم كابتن أحمد حسن وكابتن سيد معوض مش بس نجوم في كرة القدم لكن الحقيقة مطش البدل كان مهم جداً وكان فيه جو تنافسي وجو كمان تشجيعي من الجماهير اللي كانت موجودة بتشجع كابتن أحمد حسن واللي كان بيشجع كابتن سيد معوض فالحياة كان فيه أجواء حلوة جداً النهاردة وخلينا أقول لكم كمان الفعاليات الرياضية هيتم استكمالها بكرة ببطولة كرة السلة وأيضاً تحدي السرعة تحدي السرعة اللي كان بدأ في ملعب كرة القدم مع كابتن محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت هيكمل تحدي السرعة بكرة أي حد حابب أنه طبعاً يخوض التجربة ويخوض المغامرة في تحدي السرعة في ملعب كرة القدم الفعاليات هتبدأ بكرة الساعة 9 بالليل في منطقة الألعاب الرياضية بخلاف طبعاً نحن عندنا استمرار في البراموتر وهيكون شغال كمان بكرة لكل أيضاً اللي حابب يخوض كل التجارب لكن خلينا أقول لك أن كل الناس هنا متشوقة ومنتظرة حفل القيصر كازم الساهر ويمكن خلينا أقول لك أن نحن عرفنا كمان يعني من مصادرنا هنا في مدينة العالمين بأن في استعدادات خاصة موجودة في منطقة الأرينة متوقع كمان أن يكون فيه عدد كبير جداً لكن الأهم أن إدارة المهرجان حريصة على أن التجهيزات دي هتلائم طبعاً وتناسب كل الجماهير اللي هتيجي علشان تحضر حفل القيصر كازم الساهر وخلينا أقول لك أن الفنان كازم الساهر وصل لمطار العالمين اليوم هو ونجليه وحفيدته وصلوا النهاردة لمدينة العالمين الجديدة والحقيقة خلينا أقول لك كمان أن منطقة الأرينة بعد تطورها ونقلها في المكان اللي موجودة فيه حالياً فهي بتستوعب أكبر عدد من الزائرين وأكبر عدد من اللي حابين أن هم طبعاً يحضروا الحفلات لأن إحنا الأسبوع الثاني عندنا حفلات قوية جداً عندنا بكرة كازم الساهر عندنا الجمعة طبعاً الفنانة الكبيرة مجد الرومي وهيكون طبعاً بحضور الموسيقار العالمي نادر عباسي وطبعاً الموسيقار نادر عباسي أعلن أن الاستعدادات خلاص تمت والبروفات بتتم دلوقتي إحنا كمان بكرة هيكون عمدنا فعالية فنية وثقافية لبيت العود هتكون في المدينة التراثية على المسرح الروماني وخلينا أقول لك أن المسرح الروماني زي ما بيقوله كده حلوة حلاوة وطبعاً كلنا شفنا يعني في الناس اللي حضرت حفل الفنان متحط صالح مسرح الروماني مصمم بطريقة حلوة جداً وهو مسرح مكشوف فأنت طبعاً بتستمتع بقى بالهواء الطالق وبتستمتع بأجواء التقص الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة بالإضافة طبعاً لأن الحفل وجوده في المدينة التراثية ده يعني لدلالة كبيرة جداً على التطور اللي حصل في كل المنشآت المختلفة والمشاريع القومية المختلفة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة خلينا أقولك مجمع السينما مجمع السينما ده في تسع قاعات يعني كل الناس دلوقتي يا جماعة هتيجي مدينة العالمين هتلاقي عدد كبير جداً من الفعاليات عدد كبير جداً من المناطق الترفهية اللي انت تقدر تستمتع بيها فالله هيكون حاضر حفل بيت العود بكرة في المدينة التراثية هيقدر كمان انه يستمتع لو حابب يدخل سينما كمان على الجانب الآخر ان منطقة الأرينة اللي هتشهد حفل الفنان قاظم الساهر هي موجودة في امام المدينة التراثية فاحنا بالتالي المنطقة دي بكرة هتكون غنية بالحفلات الفنية المختلفة خلينا أقولك بقى من الكواليس اللي كنت بتتكلمي عليها ادارة المهرجان طبعاً اعلنت انه هيكون في مهرجان اللمة مهرجان اللمة هيكون في عدد كبير من الانشطة الاجتماعية والانشطة الترفهية الخاصة بالعائلات والأسرة والأطفال ويمكن احنا كنا بنتابع ده في منطقة الألعاب الرياضية التجهيزات اللي بتتم حالياً لاستقبال كل الأسر وكل العائلات خاصة ان احنا بقالنا كام يوم بنشوف يعني فيه اقبال كبير جداً من فئات الأطفال كمان مع أسرهم ومع العائلات اللي بتقبل من كل المحافظات وكمان الزائرين اللي بيأتوا من مختلف دول العالم الى مدينة العالمين الجديدة فزي ما النسخة الأولى كان تخطى فيها عدد الزائرين مليون زائر متوقعين كمان ان النسخة التانية هيكون فيها عدد زائرين أكبر وده بنشوفه من حجم الإقبال اللي موجود هنا في مدينة العالمين الجديدة بالمناسبة كمان ان احنا النهاردة كنا التقينا بعدد من المواطنين اللي كانوا موجودين في الممشى السياحي صباحاً وكانوا قد ايه مبسوطين باللي بيحصل فيه مدينة العالمين الجديدة الأبراج المنشآت المختلفة المناطق الترفيهية اللي موجودة فعليات مهرجان العالمين فالحقيقة اللي انبساط بنشوفه في عيون الناس بمجرد ما بنسألهم ايه رأيكو في مدينة العالمين الجديدة فطبعاً كل الناس بتتكلم عن جمال مدينة العالمين الجديدة عن الأبراج اللي موجودة عن كل المنشآت اللي موجودة والمشروعات اللي بتتنفذ على أرض مدينة العالمين الجديدة خلينا أقولك كمان أنه بمناسبة استقبال الزائرين النهاردة وصل لمطار العالمين الدولي أول رحلة جوية قادمة من كازخستان فيها 176 راكب ودي أول رحلة تأتي بين الدولة وما بين مطار العالمين الجديدة فبالتالي فيه إقبال من حركة الزائرين من مختلف دول العالم بخلاف طبعا الزائرين اللي بيأتوا من المحافظات المختلفة وده تأكيد على أن السمى الأبرز في مدينة العالمين الجديدة هي التنوع في الفئات وكمان في الأعمار كل الناس تقدر تيجي وتستمتع بمدينة العالمين الجديدة وزي ما كنا بنتكلم أنه كل الناس تقدر أنه يبقى فيه جدول كده أنه يتقضي يومها بشكل كامل في مدينة العالمين الجديدة الصبح الاستمتاع بالشواطئ اللي موجودة وخصطت الشواطئ المجاني اللي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإضافة بالطبع إلى الاستمتاع بعد كده بالممشى السياحي بمنطقة الألعاب الرياضية بالمدينة التراثية اللي فيها مجمع للسينما فكل المناطق هنا تم تجهزها وبقت مستعدة لاستقبال كل الفعاليات المختلفة الخاصة بالنسخة التانية فاحنا بنتكلم على انطلاق قوية في النسخة التانية وانطلاق أقوى للأسبوع التاني من مهرجان العالمين الجديدة اللي بدأ النهاردة طبعا بمباراة البادل وهيكمل طبعا بيئة الحفلات الجنائية اللي جاية ويمكن كمان الفنان تامر حسني أعلن عن الحفل القادم ليه في مدينة العالمين الجديدة اللي هيكون يوم 26 يوليو ووجه الدعوة لكل جمهوره ان هم استنيهم طبعا في مدينة العالمين الجديدة وزي ما قلنا ان الصفحات الرسمية للفنان قاظم الساهر أعلنت عن طبعا انه هيكون فيه مكس حلو كده من الأغاني القديمة والأغاني الجديدة للفنان قاظم الساهر فبالتالي دعوة لكل الناس ان هي تقدر تيجي مدينة العالمين الجديدة بالمناسبة بكرة كمان هيكون فيه مصرحية فيلم رومانسي في النورث سكوير فبالتالي احنا بيتم انطلاق المصرحيات ومهرجان المصرح وبيتم التجهيز طبعا للمنطقة أو المكان اللي هيتم تنفيذ فيه عدد من المصرحيات بالفعل يا محمود يعني خليني أقول أو أكد على فكرة أنه المهرجان مليء بالوجبات الدسمة من الأعمال الفنية أو الرياضية أو الحفلات الغنائية وكمان زي ما انت قلت غدا يعني بداية العروض المصرحية وهو ده اللي بنتكلم عليه فإنه مهرجان متكامل من كله يعني بنشكرك محمود جميل دايما بتدينا كده الأسرار والكواليس بنشكرك يا محمود شكرا